توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي وزري ومجموعة من ممثلي كبرى الشركات المصرية وذلك للمشاركة في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا التي تستضيفها السنغال يومي الثاني والثالث من فبراير من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أهمية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في إفريقيا وقال المتحدث أن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في إفريقيا فضلا عن أهميتها لعرض فرص الاستثمار المتاحة